نكمل نكمل أخبارنا النهاردة وإبراهيم عادل لعب بيراميز بيفضل خود تجربة الاحتراف الخارجة عن الانتقال للنادي الآلي في الموسم الجديد إنتوا عارفين إبراهيم عادل عنده رغبة أنه يلعب في النادي الآلي عنده رغبة أنه يلعب في النادي الآلي بس لو فيه عرض أوروبي كبير هيروح أوروبا هيحترف فلو سألوه أو لما بيسألوه أنت إيه الأفضل لك؟ هيقول لك لا أحترف في أوروبا هو عنده عرض مبدأي كده من النادي ويجن الإنجليزي اللاعب يعني مش عرض يا بس يعني النادي أبدأ اهتمام بإبراهيم عادل اللاعب موافق على عرض ويجن قابل عرض ويجن حابب يطلع لأوروبا هم عندهم بعض التحفزات لها علاقة بالقوة البدنية لللاعب لو بتكلم عن النادي ويجن بس دي برضو تعدي هتعدي عشان كده اللي قدر أقولهلكو دلوقتي إنه إبراهيم عادل ما بين الاحتراف الأوروبي في الدول الإنجليزي أو غيره وبين النادي الآلي طيب إيه اللي كافته تترجح عند إبراهيم عادل لاحتراف الأوروبي ما فيش عرض كويس في الاحتراف الأوروبي فهو عايز ييجي النادي الآلي طيب هل ده معناه إنه خلاص يا إبراهيم عادل هيسافر في أوروبا يم يلعب في النادي الآلي لا ممكن يبضل في برامد لو برامد رفض العروض المقدمة ليه دي رغبات اللاعب بس الأهم من رغبات اللاعب النادي نفسه عايز إيه ده بالنسبة لإبراهيم عادل لعب برامز اللي مرشح لانضمام للنادي الأهل